أقر وأعترف أنا داليا أحمد ما كنت عارفة أن طيفتنا الكريمة ما فيها كفاءات وطاقات مؤهلة لرئاسة الحكومة اكتشفت هذا الشي يوم الاستشارات النيابية الملزمة بالأصر الجمهوري كتلتين كبار ما سموا ولا مرشح لرئاسة الحكومة تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية أنا مطاليبي صعب يمكن بنسألنا شو القصة؟ إجا الجواب قال سعد الحريري علق العمل السياسي وأساساً الكتلتين ما عادوا سموه أصلاً من زمان إزاي كسعد طيب ونجيب من شو بيشكي؟ قال طويل يعني أطول من المواصفات المطلوبة يا ماما شو طويل ويونشو حلويل طيب وشو المشكلة بنواف؟ القصير؟ يعني أقصر من المواصفات المطلوبة بعد شهرين هايليم من القصة يارين لا لا الله طيب ما في حدا إياسو ميديوم مثلاً؟ أو يا سيدي شي بزنس مان مثل فؤاد صديق الطيار ده بيقول عليم مالتي مليونات أو أشرف صديق القوات الجواب مش وردة ما فؤاد مشكلة مع الحزب وأشرف ما سمى جعج على رئاسة الجمهورية وقال الظروف مش نعطجه بعد طيب يا جماعة ما في حدا غيرهم؟ ولو؟ شون قطعت الدني؟ ما في حدا عليه القادر والإيمي لهالموقع؟ بعقول؟ ملون بديك تجيبه؟ ما عاش فيه؟ الجواب الرسمي كان ما حدا بتتوفر فيه المواصفات شو هي جيناريك أدوية أو سيارة للسبق لازم تتطبق مع المواصفات؟ مهم عملت ريسورتش بحث ما لقيت تفسير طيب تدقيق جيناريك إلى خلفية موقف الكتلتين كمان كعيت ولده ولده أنا حقفرته وبسلامة فهمي ما الشباب ناطرين بعضهم على غلطة بعضهم طالعين من معركة نيابية وصل فيها الدم للركب وفقعوا شعارات ليوم الشعارات وما بدوا كل فريق من الفريقين يتحمل أي مسئولية بالحكومة الجديدة تم يحملوا الفريق الثاني نتيجة لذلك قرر الفريقان يبعدوا عن الشروي غنولوا لأنه اتنينتهم عم يستعدوا لأستحقاق أهم هو رئاسة الجمهورية لك شقصتك شقصتك ديف عن نفسك ما تخلي حدا يعمل ويساعي عليك الانتخابات النيابية بحد زيتا كانت مقدمة للرئاسة وهروب الفريقين من أي مسئولية بالحكومة الجديدة هو لتحصين الحظوظ الرئاسية حتى الهواء اللي عم نتنفسه هلأ فات بالبزار الرئاسي يمكن بيحقلكم تشنعوا ببعض هالأد واللعبة السياسية بتسمح لكم بس اللي مش مسموح هو توجيه إهاني لطائفة فيها كنز من الطاقات شو رأيكم بكرة هالطايفة تردلكم إياها بالانتخابة الرئاسية وتقلكن ما عجبنا ولا أي واحد منكن وما عندكن المواصفات هيك بدنا نشتغل وهيك بده يمشي بلد وكله ضرب وضرب ما فيش شتيمة ولا إيه وراجعين على الصريخ والشتايم من أول وجديد إه ليشو عنا ويلا دقوا المهابيج اشتركوا في القناة